في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ تم إنشاء مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 11 ألف متر مربع مصمم بأحدث التقنيات وتضمن العديد من الخدمات الصديقة للبيئة فهو مبنى ذكي يشتمل على ناصر خدمية أساسية يأتي على رأسها مركز خدمات مصر والجمهور صرح جديد يقام على أرض مدينة شرم الشيخ ليبدأ معه عهد جديد من الخدمات الإلكترونية والترفيهية المقدمة للمواطنين ففي منطقة المثلث الأخضر يتم إنشاء مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 11 ألف متر مربع مصمم بأحدث التقنيات ويتضمن العديد من الخدمات الصديقة للبيئة فهو مبنى ذكي يشمل عناصر خدمية أساسية يأتي على رأسها مركز خدمات مصر والجمهور والمركز التكنولوجي وذلك بالتزامن مع قرب استضافة المدينة لقمة المناخ كوب 27 المثلث الأخضر يحتوي على مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ وديوان عام المحافظة ومنطقة الحديقة المركزية على مساحة حوالي 40 فدان بالإضافة إلى منطقة المول التجاري التي تخدم الحديقة المركزية ومنطقة مجمع البنوك الحقيقة بالمثلث الأخضر يعتبر من المشروعات المستدامة التي تخدم البيئة ولها بعض اقتصادي ولها بعض اجتماعي قوي جدا في وسط المنطقة السكنية والمنطقة الترفيهية والمنطقة الخدمية بتاعة مدينة شرم الشيخ تم اختيار الموقع في هذا المكان بحيث أن يبقى على شبكة الطرق الرئيسية الموادية إلى المدينة ويبقى لا يعمل حركة الترافك داخل المدينة المشروع يتضمن إنشاء حديقة مركزية على مساحة 110 ألاف متر مربع تشمل زراعة 5500 شجرة تنفيذا لمبادرة تحضر للأخضر بالإضافة لإنشاء مول تجاري وترفيهي ومجمع للبنوك على مساحة 2400 ألف متر مربع المشروع عبارة عن مساحات خضرة نجيلة وأشجار بيتوسطها بلازات أو نقاط تجمع بيتوسط البلازات ديت نفورات ومنشآت منشآت مائية معمولة على أحدث الأنظمة الموجودة حالياً المشروع من ضمنه اللي بيخدم عليه المول التجاري بيتكون من مجموعة من المطاعم ومجموعة من البرندات المحلات ومول وأسف مجمع بنوك بحث هنا المشروع يكون عبارة عن جزء متكامل وطيرة العمل داخل المشروع لا تتوقف بل تزداد للانتهاء من هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية نظراً لما يحتويه من قاعات وخدمات تغير من شكل المدينة هذا المبنى الجديد بمدينة شرم الشيخ يعد صرحاً خدمياً جديداً يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات لهم فضلاً عن أنه سيكون مزاراً سياحياً صديقاً للبيئة كغيره من المشروعات التي تستعد لاستقبال وفود مؤتمر قمة المناخ كوب 27 من مدينة شرم الشيخ محمود جميل التلفزيون المصري